اتحاد البوليدة في المركز السادس عشر والأخير استقبل شبيبة بيجاي صاحبة المركز السابع بنقس مباراة أمام مدرجات شبه خالية تعبيرا من الأنصار عن الوضعية السائدة في الاتحاد المباراة كانت في بدايتها للشبيبة عرضية شوشي تجد غانم الذي لم يسدد بالطريقة المناسبة الشبيبة ضغطت على الجهتها اليسرى فتحة جلول تجد رأسية مادور التي تصدى لها بسهولة الحارس واضح اتحاد البوليدة رد بركنية مهدي قاسم التي كادت أن تجد طريقها إلى الشباك في كرة ارتدادية بين هجوم الاتحاد ودفاع الشبيبة الشبيبة اعتمدت على الهجمات المعاكسة غانم يمرر كرة جميلة لجلول الذي سدد لكن واضح تمدد لإخراج الكرة نفس اللقطة تقريبا كانت من الجهة المقابلة تواتي يفشل فيها التهديف أمام برعة الحارس مكراش الاتحاد لعب بالكورات القصيرة في الدقيقة السادسة والعشرين فكاد تواتي أن يسجل هدف السبق وعند نهاية الشوطي الأول هواري لعب بالنار لكن حرباش أكثر من المراوغة فضعت الفرصة نفس سيناريو عرفه الشوط الثاني تسديدت بايتاش لم تكن بالخطورة المرجوة معزيز غير في طريقة الكرة التي استقبلها خلاف مررها لنياطي الذي سجلها للشبيبة عند الدقيقة الثامنة والخمسين وفرحة عارمة لدى اللاعب الشبيبة واصلت اللاعب على الهجومات المعاكسة لكن الدفاع والحارس واضح كان بالمرصد واضح أكد حضوره في المباراة مرة أخرى عندما نجح في التصدي لكرة خلاف نبي وعكس مجرية اللقاء جيزاير يجد الحل الفردي يراوغ ويسجل ويعدل النتيجة لصالح اتحاد الغليدة الاتحاد الذي عاد من بعيد في المباراة وكاد أن يضيف أهداف أخرى عن طريق مهدي قاسم أو حتى من جانب الهداف جيزاير لتكون نهاية المباراة مشوقة من طرف شبيبة بيجايا التي رامت بتقلها للهجوم دون جديد يذكر لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله لتنتهي المباراة بالتعادل من خلال الهجومة